تجال النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أبهى هذه اللقاءات التي تجمعنا بكم مشاهدين الكرام بمجالس القرآن التي يباهي بها الله سبحانه ملائكته مع نفحات هذه الليالي المباركات ومع تجان النور نحظى بهذا الشرف العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فهنيئا لكم جميعا على هذه الأجور والجوائز الربانية وإلى من يسدون إلينا التوجيهات والنصائح لتلوات المشاركين نقدم لهم تحية إجلال فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي حيكم الله شيخنا اياك الله أشرح وفضيلة الدكتور أيمن سويد حيكم الله شيخنا اهلا وصحنا وفضيلة الشيخ محمود أكاوي حيكم الله شيخنا وفضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي حيكم الله شيخنا وفضيلة الدكتور عثمان الصديقي حيكم الله شيخنا حيكم الله مشايخنا الكرام ومع لقاء اليوم مشاهدين الكرام سنختتم المرحلة الثانية من هذه المسابقة بين 15 متسابقا حيث سنتعرف في نهاية الحلقة على المشاركين في المرحلة الثالثة من المسابقة بين 6 متسابقين نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى لنتعرف الآن على المتسابقين في هذا اللقاء حسن وعبد الجليل وعم المتسابق الأول في لقاء اليوم حسن أبدال من الولايات المتحدة يحدثنا عن تلقيه للقرآن الكريم جواية المفضلة لعب كرة السلة مع أصدقائي أتمنى الفوز بالمركز الأول إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في المستقبل أود أن أكون رجل أعمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم أبنى حسن بارك الله فيك على هذه التلاوة فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي ما تعليقكم عليها؟ تلاوة مباركة طيبة بارك الله في ابننا حسن ويعني استفادت كثيرا ولكن هناك ما زال بعض الملاحظات لابد أن ينبع عليها حتى يتلاشاها مستقبلا في القراءة إن شاء الله يعني ذكرنا كثيرا في بعض الحلقات عدم المبالغة والزيادة في المدود يا أيها الإنسان ما ينفعش وقلت لما تقف على النون الساكنة أو الميم تقف علىها يعني يقرأ اللسان النون الدين الدين يعلم منها في الأذن بأنها نون إنما الدين أو نعيم ما ينفع في زيادة في الحركة حركة النون حركة الميم كأنها يعني كل إن شئتها فيها شيء من التجديد أو إنها فيها زيادة فتزمن الحركة نفسها وبعد كده أنت فيك بارك الله يفتع عليك وينفع بيك إن شاء الله قل لنا ما معنك وليه تعالى فسواك جعل أعضائك سوية سليمة فتح الله عليك بارك الله في علمكم فضيلة الدكتور أحمد بن حسن هي ملاحظات أخذها بعين الاعتبار كل التوفيق لك بإذن الله تعالى المتسابق الثاني في حلقة اليوم عبدالجليل بوسكا من المغرب لنتعرف على كيفية تلقيه القرآن الكريم أعطي لحفظ القرآن الكريم أربع ساعات في اليوم وأوازي بين حفظ القرآن والدراسة القراء المفضلون لديهم الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباصط والشيخ محمد ريفعت والذي أتأثر به هو الشيخ ريفعت لأنه يصور معاني القرآن ويتقينه أعيد وأخرجي الذالة من مخرجي الصحيح وهو طرف اللسان مع أطراف الثنائر العليا المشرفة أطمح في المستقبل لأن أكون شاشيخا وقارئا متخصصا في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم مدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون يقولون سلام عليكم مدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم ابني عبد الجليل بارك الله فيك على هذه التلاوة فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي ماذا سجلتم من ملاحظات؟ ما شاء الله قراءة ابننا عبد الجليل يعني لا شك أنه استفاد من خبراته السابقة في مشاركاته في برنامج تيجان النور ولذلك لا ملاحظة لي عليه في التجويد ربما يقال بعض المدود نقصها شيء أو كذا شيء فبارك الله في ولدنا عبد الجليل ونتمنى له الخير إن شاء الله تعالى قل لنا يا عبد الجليل ما معنى قول الله تعالى طيبين بسم الله الرحمن الرحيم معنى قوله طيبين طاهنين من دنس الشرك والمعاصي فتح الله عليك وبارك الله فيك بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ عبد الرشيد ابني عبد الجليل كل التوفيق لك بإذن الله تعالى وآخر المتسابقين في هذه المرحلة هو عمر نجيب محمد من اليمن لنتعرف على كيفية تلقيه للقرآن الكريم شجعتني أمي على حفظ القرآن منذ غمري أربع سنين ثم التحقت في مدارس التحقيق للقرآن الكريم وأبي علمني أحكام التجميع قارئه بفضل هو الشيخ محمد الشحات وأنا أحب تلاوته واذكر أخاذ إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت هنا لازم تقلقي للدال وتقول وقد خلت النذر ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كويس أتستطيع تقول لي هنا ما حكم من المساكين عند الخاء إظهار حقيقي لماذا؟ لأن الخاء من حروف الإظهار كويس أحسن أطمح أن أكون في مستقبل عالما للقرآن الكريم وأختم القرآن في القرآن العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلأولى إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصعون صدق الله العظيم ابني عمر بارك الله فيك على هذه التلاوة فضيلة الدكتور عثمان الصديقي ما تعليقكم عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم تعليقي على ابني المتسابق عمر نجيب أقول ختامه مسك وفعلا هذه الحلقة حلقة مميزة لهؤلاء الفتية مع صغر سنهم لأنهم أبدعوا وأجادوا وحيروا لجنة التحكيم في الحقيقة كان الاختيار صعبا ولكن يثني على قراءته الجميلة الرائعة المجودة المنضبطة التي هذا الطالب أو المتسابق مع صغر سنه إلا أنه استطاع أن يفوق القراء الكبار في روعة أدائه ولكن يعني شأننا أن نبدي بعض الملحوظات التي يستفيد منها الآخرون إذ أن من أهداف هذه المسابقة هو التعليم كذلك فبعض الملحوظات اليسيرة جدا يعني حينما نطق البسملة كأنه يعني بسم الله الرحمن الرحيم هكذا الصحيح ولكن الشدة على الراء يعني كأن نفسه يعني قد حبسه قليلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا يعني شيء بسيط أيضا زيادة في المد الطبيعي فبهذا الحديث كلمة الحديث زاد فيها قليلا عن المقدار المعتاد كذلك الإخفاء النون عند مخرج التاء لم تكن مقاربة لمخرج التاء وهذه ملحوظات يسيرة جدا يعني لا تؤثر أبدا على روعة أدائه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل القرآن ما معنى قول الله تعالى في كتاب مكنون كتاب مكنون فكر قليلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون العظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون فالكلمة العميسة لك بسم الله الرحمن الرحيم معنى قوله تعالى في كتاب مكنون مستور مصون عند الله في اللوح المحفوظ من السوء أحسنت بارك الله بك بارك الله في علمكم فضيلة الدكتور عثمان الصديقي ابن عمر كل التوفيق لك بإذن الله تعالى ومع نهاية هذه التلاوات الندية التي عطرت مسامعنا في هذه المرحلة نكون قد ختمنا المرحلة الثانية من المسابقة لنبقى الآن مع تعلم أحكام التلاوة من خلال الشرح اليومي لمتن تحفة الأطفال يقدمه لنا فضيلة الشيخ يوسف عاشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي المشاهدين مشاهدي تلفزيون جيم مرة أخرى في هذه السلسلة التي تحدثنا فيها عن منظومة تحفة الأطفال ونسأعرج إن شاء الله على بعض الأحكام المتعلقة الحمد لله والصوات والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد أولا أريد أن أتحدث عن قضية مهمة جدا أثارت جدلا واسعا في الأوساط العلمية في فترة من فترات ولابد أن نبين ملخصها وهي متعلقة بالتجويد وحكم تعلمه حكم تعلم قراءة القرآن الكريم إيش هو؟ هل هو من الواجبات؟ هل هو من فرض الكفاية؟ هل هو من فرض الأعيان؟ هل هو من؟ أولا لابد أن نعرف أن قراءة القرآن الكريم على الضربين قراءة قراءة لا يسع المسلم أن يجهلها وهي فرض عين وهي تعلم قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به كقراءة سورة الفاتحة أو تعلم قراءة الحروف العربية التي لا تغير أو تعلمها يثبت معاني الكلمات فهذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلم هذا القدر من قراءة القرآن هناك قدر زائد وهو تعلم قراءة القرآن الكريم بإخفاء المخفى من أحكام النون بإضغام المدغمات بإعطاء المدود المقادر حقها هذا اختلف أهلو العلمي فيه هل هو فرض كفاية؟ هل هو فرض عين على كل مسلم الحقيقة أن تعلن قراءة القرآن الكريم بالحد الأدنى منها بأن يقرأ كلام الله على وجه يفهم به ويستوعب ومن سمع علم بأن هذا قرآن وأنه فصيح وأنه كلام الله سبحانه وتعالى فرض عين على كل مسلم لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان أفصح الناس وأطلقهم لسانه لم يترك ليقرأ على فصاحته وإنما علم طريقة قراءة القرآن الكريم من لد ربه سبحانه وتعالى فقال الله له فإذا قرأناه فاتبع إيش؟ قرآنه يعني فاتبع طريقة القراءة التي تعلمها وقال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليك فإذا أنت تلقى هذا القرآن تعلمه تعليما فإذا لابد إذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فلابد لنا من باب أولى أننا نتعلم قراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح وسمع ابن مسعود رضي الله عنه يوما رجلا يقرأ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال فقرأها مرسالة يعني الفقراء والمساكين فقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومدها فإذا إذا علمنا هذا وكيف كان الصحابة يحرصون على قراءة القرآن بالوجه الصحيح وبالطريقة الصحيحة عرفنا أهمية تعلم القرآن الكريم ونتذكر دائما أن التعلم التعلم واجب لكن الوصول لأعلى درجات القراءة أو درجة ممتازة من القراءة هذا ليس بواجب الله سبحانه وتعالى يكلف كل إنسان على طاقته لا يكلف الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو من يقرأ القرآن أو من يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران يعني أجر القراءة وأجر الجهد الذي يبذله في القراءة قال ومن قرأ والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البراء يعني الوصول إلى درجة الإتقان وحسن القراءة وحسن الأداء بشكل ممتاز هذا يوصل الإنسان إلى درجة عالية من درجات الكمال والرقي في سلم عباد الله الصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى على المعلمنا وإياكم ما ينفعونا نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير وفي طاعة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا فضيلة الشيخ يوسف عشير على هذا الشرح الوافي لمثن تحفة الأطفال وقبل أن نعلن لكم نتائج المرحلة الثالثة من المسابقة نستعرض المعدلات التي حصل عليها المتسابقون في لقاء اليوم حصل المتسابق حسن أبدال على 87.8% وحصل المتسابق عبدالجليل بوسكا على 93.6% وحصل المتسابق عمر نجيب محمد على 91% بارك الله فيكم أجمعين وبعد الفاصل مشاهدين الكرام سنتعرف على المتأهلين للمرحلة الثالثة من مسابقة تيجان النور فابقوا معنا نرحب بكم من جديد مشاهدين الكرام ونقول لكل من ضفر ووصل إلى هذه المرحلة هنيئا لك على هذا التمييز والجهد الذي قدمته ولمن لم يوفق للتأهل نقول له استمر معنا في المشاركة بمسابقة تيجان النور واجتهد لتحسين أدائك في التلاوة ما رأيكم الآن أن نزف إليكم أسماء المتأهلين للمرحلة الثالثة يتفضل لفضيلة الدكتور أحمد المعصراوي لإعلان الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتذى بفداه وبعد فقد انتهت لجنة التحكيم من الاستماع للمتسابقين في مسابقة تيجان النور في هذه المرحلة الثانية وعدد المتسابقين فيها خمسة عشر متسابقا وقد تأهل للمرحلة التالية بفارق الدرجات كل من عبد الجليل بوسكا من المغرب حمزة أركون من المغرب عمر نجيب محمد من اليمن محمد حمزة سيد من الهند أديب باري من الولايات المتحدة محمد ياسين حبيل من مملكة البحرين نسأل الله التوفيق والسدادة للجميع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي ونبارك للمتأهلين معنا للمرحلة القادمة التي تجمع ستة متسابقين حيث يشاركنا في كل لقاء متسابقان اثنان أتمنى لكم التوفيق واستعدوا جيدا للمنافسة في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة غدا لنا موعد مع منافسات ومرحلة جديدة لنيل لقب تجان النور كونوا معنا في الموعد نفسه تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أتمنى التأهل ولكن الحمد لله وأتمنى من الله كانى أن أكون من فائز إن شاء الله أنا سعيد للغاية وأتمنى لكل المشاركين التوفيق إن شاء الله اشتركوا الآن